بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم نكمل دلوقتي مع بعض شرح الخطوات والخطوة اللي واعرفنا عندي خطوة الوديفنشن خطوة سهلة كل اللي اللي نعمله في خطوة الكالكوليشن هي حكتين نروح على آيكونة كالكوليشن وأضبط فيها شوية حاجات زي ما احنا عارفين بانشنج شير هتبقى اختار نوع هنشيبه زي ما هو حسب كود الامريكي ماتريال تلاتة ونص تسليح الطولي هنخلي اول كتري فيه بدأ من عشرة و طبعا نفس الكلام اول كتري بدأ من عشرة تمام وبعد كده نعمل اوكي خش بعد كده زي ما اتفع على الخطوة اللي بعدها خطوة رينفورس مات رونس مات تغيب شوية هيا دي زي ما احنا شايفين وي الديامتر هختاره اوتوماتيك ولا نختاره احنا هنسيبه اختاره اوتوماتيك وي بخمستاشر هنسيبه اختاره طبعا دي دي ده شكل طبعا احنا اختاره مختارينه دول دي شكل ودي ده طبعا شكل ده هنسيب كل حاجة زي ما هي وهنخش دلوقتي على الخطوة اللي بعدها خطوة سهلة جدا وبسيطة وهي خطوة ازاي نعمل analysis او ازاي ان احنا نعمل result view او نظهر النتائج ودي هنشوفها الحلقية ان شاء الله او 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 ا